السلام عليكم مرحبا اقواني شفت بالصدفة منشور من ضمن اقتراحات الفيسبوك الإعلامي على نوري ناشر صورته بجم رياضي وكمية التنمر والاستهانة بيه من قبل متابعين بالصفحة بصراحة كمية التنمر مطبيعي واستهانة بيه ولكن أنا مو هذا موضوع لأنها قضية التنمر والاستهانة من المتابعين على التواصل الاجتماعي بالذات جماعتنا العراقيين يعني مو جديدة ولا مستغربة وراح تستمر إلى ما شاء رب العالمين ولكن أنا فقط يعني علي نوري لفت انتباهي كمية النصائح اللي لما كان علاقة بينا على مستوى الفيسبوك نصحته من أيام منتدى كورة عراقية قبل ما يطلع الفيسبوك علي نوري كان صحفي أصلا وسوى لأسم وإن كان بطريقة بعضها ما اتفقانا بيها وبعضها سيئة وتعرفون العداوة بينه وبين يونس محمود وشلون يونس محمود حتى توجه لهانة مرة أحد المرات لما فاز منتخبنا وسوى لهاي حركة يعني هو أيامور وبعدين صالحه وهو قدمه للمجلس ولكن علي نوري برنامجه حاليا الكاس أو ليالي الكاس قناتي يمكن اسمها آي نيوز أو ريو تي بي يتنقل هو بين القنوات لما صار يقدم برامج هو أصلا كان صحفي وليس مقدم برامج وصار بعدين يعد برامج الصحفة ممكن يعد برامج بعدين لا هو اختلف مع داود اسحاق وهو أخذ المكان وصار يقدم فشل برنامجه وكل ساعة يتوقف فترة وانتظرونا سنعود ويعود ويستضيف لمواضي بعض الصحفيين والرياضيين العرب لبعضهم يعني ما عدهم شغل وعمل أو بعض العراقيين وياهم مثل رياض عبد العباسة وكذا ويسوي لي حركات بهلوانية تذكرونها حركاته مال هو ورياض وما أسمح لك وما أسمح لك وما أدري شنو مشكلة علي لفتة بالضبط تدرون وين تتلخص أعتقد أغلبكم لاحظينها أنه يريد يقلد خالد جاسم من حيث مرة حاول يلبس شماق وعقال بس فشل بيها ورجع أفندي وهوية حركات ومال ما أسمح لك وإنه شسمي هوية يعني حاول مرة حاول يسوي برنامجه على شكل شنجة جلسة تراثية بكاسة الخليج تذكرونها وأيضا كل هاي باقت بالفشل ليش أنا قلكم ليش أولا من الصعب ما أقول مستحيل بس صعب أنه علامي يعي يقلد علامي شخص يقلد شخص وسيمة أن الشخص الثاني لا زال يعني يعتبر بسن الشباب ما أقول الصور يعني هو وعالج خالد جاسم أعتقد متقاربين بالعمر فخالد مو بطل علامة وصار ختيار وإنت تجي تقدم نسخته من شان شباب مثلا حتى تحاول تركبها لا خالد لا زال يقدم وعطاها الثاني خالد جاسم يقدم في قناة الكاسة القطرية الحكومية اللي عندها دعم يا مدعم من حيث كل اللوجستية وكذا فهذه أيضا صعب أنت ما عندك حتى قناة حكومية تقدم بيها مجرد قنوات تجارية حزبية وانت بتركيا مرات بالعراق يعني حتى وضعك من حيث اللي قام قلق فصعب راح تلقى شي دعم لوجستي وتصير مثل خالد جاسم ولا حتى قريب عليه زائدا يا أخ علي نوري انت ابن ولاية اعتقد يمكن تركمان الأصل يعني حتى مو عربي يعني عشائر مثلنا قبائل عربية يعني انت تلبس شماق وعقال ودشداشة رغم أنه حتى ولد الولاي يلبسونه بالعراق يعني قديمة شماق وبالعقال تلبس بعض العراقيين حتى يدقون صورة هاي بس ما تعرفت لبسه بطريقة صحيحة يعني ما تأخذ راحتك شايف حصر شماق ما دل شلون فما ما أخذ حتى راحتك ما كان الهداعي انت ابن ولاية يلبس شماق يعني قاط وعادي فهذه الشغلة ضرتك ما فادتك عرفت شلون حاولت تقلد بس ما قدرت زينا القطات هاي اللي انت ورياض عبد العباس وكم واحد ومحمد وابو داود ما دل شلو هذه بصراحة تشوف هي المحبة من الله وخفة الدم من الله يعني أنا لو أريدت أصير مثلا أقلد محمد حسين عبد الرحيم أو عاد الإمام أو الراحل عبد الحسين عبد الرضا أصير كومدي يعني أنا دا الله سبحانه وتعالى ما نطين لموهبة خفة الدم أو كارزمة أو موهبة ما رح أصير كومدي مثلهم ولا قريب حتى فبكثير أمور يعني موهبة كرة القدم موهبة كرة السلة أنا وياك نحب الطوبة بس ما عدنا موهبة أو شيء الله ما وهبنا حتى نصير لعبين هذه كذلك الكارزمة اللي ما موجودة عندك فأنت حاول تسويها قوة فلهذا فشلت حتى بذني فنصيحتي إلك يا أخ علي نوري أرجع لبداياتك البس اللباس ابن الولاية اللي تعودت عليه تلبسه بحياتك العادية يعني بالعراق قاط يعني قاط للبرامج معروفة هو ثابتها هاي واختار الألوان وخليه مريح لجسمك لأنت عندك زي زيادة وزن زين هاي كذلك القناة لا تخليها فوضوية مرة مجلس مرة قعدات مرة كل من براحته لأن صعب لو سويها مجلس مثل قناة الكاس وهاي صعبة وزايدا هاي يعني ما تناسب اللي تجيب لك مثلا الحضر من مصور أو الشي محمد بداود من الأردن لأن هاي اختصت بهل الخليج أو الناس العشائر عندنا بالعراق الجنوب العشائر أو الباء الغرب المدينة وإحنا هاي دولة ما يمارشون رياضة أو صحافة فالخليج لا ابن المدينة الكل يقعد بهاي الجلسات فلهذا هو مختلف ممكن يقعدوا واحد مرة نشأت مرة حتى استضافة حتى مرة اليونيل بس بنصهم يعني استضافة عابرة بس دائما المجلس هذا شغل الخليج كيعني متخصصين بس إحنا عندنا بالعراق بس مو يعني مو أهل رياضة الرياضة والمتعلمين ولكذا ذا اللي يقعدون على يعني قانفاته إن شاء الله زياد هذا إن شاء الله فسوي ستوديوك مرتب وقلل الصرف من تستضيف صحفي أو رياضة عربي من مصر من الأردن من سوريا من الخليج هذا ما يجب بلاش وعيب يجب بلاش وتنقلاتك علي وتنقلاته وداخل قد يجيب لك مشاهدات بالبداية بس بعديا القناة هاي الحزبية هاي القناوات حزبية يا كابتن وانت تدري ذول عندهم هدف مادي فبعديا تكلفهم فيوقفون برنامجك اللي صاير حاليا فتوقفاتك هاي كذا شهر مو شي زيان بصالحك البرنامج أهم شي عنده الاستمرارية كذلك إنت مو مجبر أنه دائما لازم ضيف أنا اقترحت عليك وعلى عدة قنوات أنه نوعه سووا مشاركة مغتربين يعني ممكن بدلا لا تستضيف لك واحد مرات والبقية قاعدين بالستوديو ومادري شنه سووا يا أخ مشاركات صحفيين رياضيين متفرجين عاديين واللي عايشين برا ممكن يجبون كاميرات حديثة حتى الموبايلات هاي على التليغرام على الواتساب على المواقع على الماسنجر مو ويتصلون عليك يا أما لايف يا أما تسجيل وتبث الحلقة اطرح مواضيع قل اللي عنده حدث يجيب لي يعني اشرك السوشال ميديا وياك انفتح على مشاهدينك اللي برا وحتى الجو سووا مشاركات ناس تتصل بيك فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعرضها من الناصرية من الرمادي من البصرة من كردستان لا تضل بس جايب لك واحد وانتو يا ناس هم ملت انفتح على المجتمع المحلي نوع اكويش القنوات انا شوفها الامريكية وموجودة يعني نوع نوع جوا هاي رسالة من الكابتن فلان وترد عليها بس هاي اللي عندكم يعني حتى من كان التلفزيون العادي بالعراق وبلاريال هم مرات سوون اتصالات بالمواطن هسه يا مسهلها ممكن تجيب لك خمسين مشاركة من ناس من بره خلي الناس تشاركوا ياكم واسمع ارها بعض الاراء وانت تدري بيها افضل من اللي تستضيفهم آلاف المرات فهاي الافكار الكابتن علي حتى يستمر برنامجك فالنمط اللي انت ماش بيه غلط اسمحها من نصيحها من اخوك وانا لا حاقد عليك ولا بين وبينك خلافة بحياتنا بس من تتوقف هيتش صدقني هاي مضرة لك تحيات لكم